تركيا والأكراد قصة صراع بلغت من العمر عتية ثلاثون سنة وأربعون ألف قتيل هي فاتورة الصراع القائم بين الأكراد والحكومة التركية على مدار ثلاثة عقود مرت المسألة التركية الكردية بتصعدات أحيانا واتفاقات أحيان أخرى كان آخرها اتفاق الهدن الذي وقع عام 2013 والذي قضى بوقف إطلاق النار بين الجانبين لكن هذا الاتفاق وؤيد بعد التصعيد الأخير وشن أنقرة غارات جوية على معاقل حزب العمال الكردستاني شمالي العراق ليعلل الحزب من جانبه انتهاء اتفاق السلام مع تركيا من جديد عادت أنقرة لتصوب فوهات رشاشاتها صوب حزب العمال الكردستاني في مشهد يثير الكثير من التساؤلات حول توقيت هذا التصعيد الذي يتزامن مع إعلام تركيا الحرب ضد تنظيم الدولة عمليات عسكرية تركية مزدوجة هنا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف لديها إرهابيا وهناك ضد تنظيم الدولة فالعدوان بالنسبة لأنقرة سيان كلاهما يستهدف أمنها ويجب ضحره هجوم السروج الذي استهدف الأكراد دفعهم أيضا ثمنه بعد حملة اعتقالات في صفوفهم في داخل المدن التركية وقصف على مواقعهم في شمال العراق ليعود الصراع التركي الكردي إلى نقطة الصفر الأكراد يتهمون الحكومة التركية بالتقصير في حمايتهم وهو سبب كاف لدى هؤلاء بالانتقام لقتلهم حيث أقدموا على الهجوم على مواقع أمنية وعسكرية تركية وهو ما أجج فتيل التراشقات السياسية والعمليات العسكرية بين الجانبين مسألة أخرى ربما قد تقض مضجع أنقرة وتجعل ما أقدمت عليه توجه الأكراد مبررا على الأقل في اعتقادها يتعلق الأمر بتعظم دور الأكراد ودخولهم كلاعب أساسي جديد في المنطقة حيث أبدى الأكراد مقاومة شديدة في تصديهم لعناصر داعش على الحدود وهي العناصر ذاتها التي تتهم أنقرة بغض الطرف عنها وتسهيل دخولها إلى سوريا السياسة الداخلية تكون هي الأخرى قد لعبت دورا أساسيا فيما يحدث الآن حصول الأكراد على مقاعد نيابية لأول مرة في تاريخ تركيا السياسي وهي الخطوة التي كانت كفيلة بتقليم أذافر الحزب الحاكم وإجباره على إبرام تحالفات سياسية فيما يعد صفعة قوية لأردوغان الذي فشل حزبه في تشكيل حكومة منفردا وفي ظل هذه المعطيات يبدو أن الأمور ستتجه نحو تصعيد قد يأخذ صورا مختلفة داخل تركيا وعلى حدودها وأن دخان الحرب لن يخمد سريعا ترجمة نانسي قنقر